وتواصل غرفة عمليات تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة الانتخابات الرئاسية متابعة ورصد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال فريق متابعة من حوالي 20 ألف متابع ومتطوع للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقامت الغرفة بمتابعة ورصد عدد 7630 لجنة في 27 محافظة حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية وقد رصد متابعة تنسقية تزايد الإقبال في معظم المحافظات فيما تم رصد تفقد عدد من المنظمات الدولية للجان الانتخابية في عدد من المحافظات لمتابعة العملية الانتخابية ترجمة نانسي قنقر